أعربت سلطنة عمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي ومنها المجزرة المروعة والوحشية التي استهرفت يوم أمس مدرسة سامة بن زيد التابع لوكالة الأونيروى الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال وكذلك قصفه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونيروى الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغدي عدة أحياء شرق رفح جنوبي قطاع وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعصف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية وعلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت وشددت بأن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العزل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم وأكدت على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والدعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولية